الاسطورة بتقول ان سيادة الرئيس الحرامي حسن مبارك كان طول فترة حكمه سايب اللي وراه واللي قدامه ومتفرغ لمحاربة البنك الدول الشرير اللي كان عاوز يخرب بيت الشعب المصري مش بس كرة ده ابو علاء كمان كان كل ما يشوف صندوق نقد دولي ماشي في الشارع يروح يكسروا متحت لدرجة ان فيه شهور عيان بيأكدوا انهم شافوا مبارك لابس بيض فبيض وحوالي سنديق نقد كتير عملين يعيطوا ويتحايلوا عليه انه يلغي الدعم ويجوع الناس بس هو نفض لهم مرضيش عبارهم برضو طب تارك كلام ده صحيح يعني مبارك فعلا كان بيرفض شروط البنك الدولي وسندوق النقد من كتر خوفه على الاخوة المواطنون ولا كل دي افلام هندي والحقيقة بقى ان مبارك زي وزي السيسي بالظبط اللي اتنين ماشيين تحت باط صندوق النقد وبينفزه اوامره بالحرف عادي جدا بمنتهى الطاعة العامية هيا بنا نشوف بعد ما جناب المشير السيسي قلبه حن على المصريين ووافق يحكمهم بعد ضغطه ومحايلة ناس كتير بدأوا يلاحظون فيه علاقة مشبوهة كده عمالة تكبر قدامنا بين سات رئيس وسندوق النقد الدولي الاتنين ما بيرفضوش لبعض طلب ابدا تحسين فيه بينهم عشام غريب كده زي ما يكونوا متجوزين عن حب السيسي كل ما يتزنق في قرشين عشان يبني كبري ولا يعمل فنكوش جديد يطلع يجرع السندوق عشان يشحط منه واش شهادة لله السندوق ما بيتأخرش وما بيردش ايه الطبيب الفلاسفة ابدا كل مرة بيفك زنقيته وبيكرمش له كم مليار في ايه قال له جراء يا رئيس في ايه بينك وبين السندوق مخلي العلاقة بينكو غميئة كده هو انت كنت تعرفه من زمان ومخب علينا ولا ايه الموضوع بالضبط بس معالي الزعيم لو النعمة ما حصل ده انا ما عرفتش السندوق اللي قريب بس ما خدناش على بعض وبقنا صحاب قوي الا بعد يعني 2015 كده طب ايه اللي حصل في السنة السعيدة دي وابتدت معاه حكاية السيسي مع صندوق النقد الدولي اللي مش رادية تقلص لحد النهاردة بيقول لك يا سيدي ان وقتها سيادة الرئيس كان قاعد في حاله ومش لاقي اي مجزرة جديدة يعملها انا بص كده على البلد بلاقي ان خير اللهم اجعله خير الروح المعنوية للشعب المصري هفتانة وبعافية شوية تفهمش ليه ساعتها السيسي دايق جدا يعني وخد على خطره خالص بقى واقف في القصر يزعع ويقول كله اللي الروح المعنوية للمصريين انا ممكن استغنى عن روحهم العادية مش مشكلة عادية دي كده كده تطلع للي خلقها لما بقتلهم انما روحهم المعنوية مش تحيرة فرط فيها واسبها تضيع مني كده طب اتعمل يا رئاسة في الحوار ده قال لك بس تاهت والقناها مفيش غير حاجة واحدة هي اللي هتفرح المصريين وتعدل مزاجهم واتخلي روحهم المعنوية في السماء السلعة الحاجة دي هي اننا نحفر لهم قناة سويس جديدة لانج ومش بس جره لا دا سمو الزعيم حكم رأيه كمان ان القناة الجديدة دي لازم تتحفر عنها شفو الطري وتتماله مياه وتخلص في اقل من سنة لان روح المصريين المعنوية مش قاعدة على بعضها خلص مستنية قناة بفارغ الصبر وبس كان فيه يعني مشكلة صغيرة جدا لا تذكر وهي ان مصر ما عنداش المعدات والحفرات اللي تقدر تنفذ الفنكوش العظيم ده اساسا بس الرئيس حلاها الحمد لله بعقليته الفز قال مش شغلانة يعني احنا لم كل الدولارات اللي موجودة في البلد ونشتري بيها المعدات اللي نقصانا من بره وان اديها حفره صبحة وليل ولا يهمنا بقى فكرة سيات الرئيس العبقرية دي ما شاء الله يعني دخلت مصر في نفق ضلمة مش عارفة تخرج منه لحد النفق لان بعد ما العملة الصعبة كلها راحت على شرع المعدات النظام اتفاجئ ان سبحان الله لاحتياط الاجناب اختفى وايه التضخم زاد والموازنة وقعت من طولها وبقى فيه ازمة كبيرة في الدولار الكلام ده قالوا بالمفتشر كده سات الاستاذ هشام رامز اللي كان محافظ البنك المركزي وقتها هشام بايه عمل مداخلة في برنامج وامد لق زي الجردل وقايل ان شرى معدات خنات السويس من بره بالشق الفلاني كان غلط لانه خلص على احتياط الاجنابي بس الحمد لله لا الاستاذ هشام خاد جزاؤه وبعد ما فاطفت بالكلام ده اتشال على طول اللبس الجلابية وقتي وبقى في لمح البصر محافظ سابق بعد ما كان حالي وبيلعب فيستاهل بصراحة عشان يبطل يطلع اسرار الدولة وينشر غسلها الوسخ قدام الناس كن فشل وجاه لجناب الزعيم لازم يفضلوا مستخبئيه نحسن حد يحسدهم ولا حاجة تبقى مصيبة فيه دولار والدولار اللي بيتم يستخدمه لخريقة في غير محله اكتر يعني خلينا نقول السنة دي 2015 المصايب الاختصادية المتلتلة اللي وقعت على دماغ البلد فجأة بفضل توجيهات سيات الرئيس خلت السيسي ما بقاش عارف يتصرف ازاي ويروح فين ويجي منين لحد مولاد الحرام دلو على صندوق النقد الدولي قال له وعليك وعلى الصندوق ده بيشحت المستبدين الكوحيلي اللي زي حالتها كده بالفايز وبيفرض عليهم يا دوبك يعني شوية شروط وإصلاحات بسيطة كده ساعتها الزعيم ما كدبش خطر وامواخت طيارته وطلع على الصندوق عدل عشان يستلف منه ومن بعدها استحلاها وحب الموضوع قوي بقى كل ما يضيع فلوس البلد في فانكوشمن فانكيشو يجري ياخد قرد من الصندوق يعني تقريبا هيفضل يعمل كده لحد ما يخلص الفلوس اللي جوه وياخدوا الصندوق نفسه يبيعوا عادي يعني طب يا ترى بقى بعد كل القروض اللي خدناها دي ظروفنا الاقتصادية تحسنت وازماتنا تحلت والاحتياط الأجنبي بقى مرطرت في السوق أمدا والله ده الدنيا طبلت على تباغنة كتر ايه التضخم زاد والأسعار الضعفة مئة مرة والجنيف يضل يعمل حد ما باش الوضع الاقتصادي المنيل اللي البلد بقت فيه دلوقتي وتسبب في ان تلتين الشعب وقعوا تحت خط الفقر خلى معظم الناس ياخدوا فكرة عن صندوق النقد انه مفتري ومعندوش رحمة لأن الشروط اللي بيفرضها كل ما نيجي ناخد منه قرض هي اللي بتفقر الناس وبتجوعهم الفكرة دي بقى جابت في دلها فكرة تانية أنقح رجعتنا لسيرة الرئيس المخلوع الفترة اللي فاتت ظهر على السوشيال ميديا الناس كتير قوي قاعدين يتحصروا ويمصمصوا شفايفهم ويقولوا يا السلام فين أيام سيادة الرئيس شيخ المنصر حسن مبارك اهو ده بقى اللي كان مرب الرعب للبنك الدولي وموري سندق النقد الويل المعلم مبارك ده اللي ياما ظلمته وقلته عليه حرامي وروحت عملته ضده صورة انقلاب قد الدنيا بكل قلة أدب طول عمره بيفكر في الناس الغلابة خايف عليهم وبيتمنالهم الرضا يرضو عشان كده كان دايما بيرفض كلام البنوك الدولية وما بيرضاش ينفذ شرط واحد من شرطهم لو مش بيصدقيني الكلام ده الدليل موجود ويخزع عين التخين خد عندك مثلا اه دي فيديو زي الفل اهو متقطع ومتمنتج ومتفنط بيظهر فيه الرئيس حسني هو وقف زي الأسد وعمال يقول ان صندوق النقد الدولي بن اللازينة ده طلب من سيادته انه يرفع الأسعار بنسبة 300 المية عشان الناس تشهت وجوع بس مبارك مرضيش وقال للصندوق في وشه روحي لعب عيدات انا مستحيل اعمل حاجة تضر الشعب المصري الحبوب طب بلاش الفيديو ده فيه فيديو تاني اجمد منه الحاجة المبارك بيقول فيه ان صندوق النقد الدولي اعترف بعظمة لسان وهو بيعيط بصعوبة المفاوضات مع النظام المصري وان ابو علاء دواخه السبع دخات ومرضيش يوافع على برنامج الإصلاح الا لما تأكد انه مش هيهوب ناحية الفقرة ولا هيلم الشعرة من دماغه هادي مبارك يا عم اللي زعلتوه ومرضيش يددوله فرصة يحكم اللي 30 سنة بس وفي الاخر او يمتوه منع الكورسي بالعافية ودمعتو على خده طلع برينسو بيحب الناس اكتر ما بيحب ماما سوزان وما فيش مؤسسة دولية واحدة عارفت طفرة كلمتها عليه او تاخد منه حق ولا بطل سندوق النقد الدولي ناحية محدش غلبه قد ناحية ولا في داولة قدرت تتفاوض معها زي ما احنا تفاوضها معنا وشاهدتهم الأخيرة قال لك المصريين دول اكتر ناس تعبونا في المفاوض سندوق النقد اللي كان بزرجة معها زرجانا رهيبة وعاوز يخفض الجنيه 30% اقوله مش عامل عايش الناس زال لا 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 اقوله لا انت مسؤولي تديني فرق لا 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 مش عايز سلحات بسلح حاجة لا اجل عايز يغرقك بأي طريقة عشان ينشغل معك على طول اعمل بقى صلحات اعمل بقى صلحات معاولة كلام دا جدعان يعني مبارك طلع طيب وحنين وكان بيعادي العالم كله عشان خطر المصريين واحنا اللي ظلمينه طب ما تيجي نقطع الشك باليقين ونرجع الورا شوية كده ونجيب الموضوع من الأول ويعني عشان نجو بقى علاقة مبارك مع صندوق النقد الدولي كان تماشي ازاي عشان نعرف الكلام اللي طالع لي من دول حقيقي فعلا ومبارك كان سايق العوج على الصندوق ولا كل دي هجايس وحسني كان ماشي في طوع الصندوق زي وزي السلس بالزر ومسخم من ستة لسيدي يقولك ان في أول التسعينات كده مصري كانت واقع في أزمة اقتصادية غويطة ملهاش قرار ما تتخيرش عن الأزمة بتاعت دلوقتي الدين الخارجي على البلد كان كبر قوي ونفش والدولة ما كانش معاها ولا مليم عشان تسدد قصة واحد منه كان فاضل يا دوب شوية صغيرة والديانة يجوا يحجزوا علينا ويرموا عفش البلد في الشارع بس فجأة جي الفرج على ايد سيادة الزعيم المجرم صدام حسين لما صيح من نوم وقرر انه يروح يحتل الكويت بدل ما هو قاعد فاضي ساعتها المعلم مبارك بعت قوات من الجيش المصري عشان تشارك في حرب تحرير الكويت مع الاخوة الحلفاء بقيادة أمريكا الحركة الحلوة اللي عملها مبارك دي بقا عجبت الامريكان ودول الخليج قوي فقرروا انه هما يكافؤوا ويشيلوا من على مصر جزء كبير من الدين اللي متكوم عليها بس الموضوع ما تمش بالسهل كده كان لازم الاول الاخ مبارك يفضي نفسه ويروح يعود قاعدة صفة كده مع المؤسسات الدولية المسلفانة عشان يتفق معهم على خطة اصلاح اقتصادي معتبرة ويشوفوا طريقة يجدولوا بيها بقية الديون في الجلسة الحلوة دي بقا البنك الدولي وسندوق النقد خدوا مبارك على جنب كده وقال له بص بقا رئيس فيش وقت شروط بسيطة كده لازم تنفذها ورجلك فوق رقابتك عشان نرضى عنك وإشارتك معنا تبقى خضرة احنا عاوزينك تحرر السوق وتحرك سعر الجيني شوية وتبيع قطاع العام وتقلل الدعم بس كده مفيش اكتر من جده يلا روح نفذ الشروط بسرعة وتعال على ما نفكرلك في الشروط تانية طبعا مبارك أول ما سمع الكلام ده تافف وش البنك والسندوق وطردهم برا القعدة ورفض الشروط دي من أولها لأخيرها دي الفيديوهات مأكدان لكده بنفسها بس الحقيقة بقا اللي مش هتلقاه في الفيديوهات المتقصصة دي ان مبارك وافق على كل الشروط دي بمنتهى السرعة ونفذها بالحرف الواحد والأرقام ما بتكتبش بعد الاتفاق ده بكم سهر بس بنبص كده على سعر صرف الجنيه لأنا اتحرك فعلا يا ما حسن الصدف يعني الجنيه وقتها خس أكتر من تلت قيمته وصاد الدولار بعدها بكم سنة نظام مبارك نفسه رجع خفض قيمة الجنيه تانية عادي جدا قال لا طب ما انت نفذت شروط السندوق ها بمنتهى السهولة وما لكن تفاتح صدرك في الخطب ليه وعمل فيها في طوة النازل غلاب التخفيض اللي حصل في قيمة الجنيه ساعتها عمل مشاكل اقتصادية كتير جدا زي انه زود التضخم وولع اسعار كل المنتجات لان الدولار لما ترفع رفع معا تكاليف استراد السلع الجاهزة وكمان المواد الخامل اللي بنستخدمها في الانتاج المحلي طب اجد عام بلاش نزل نسيادة الرئيس مخلوع برضو يعني مجايز رفض الشروط فعلا بس سعر الصرف من اللزينة ده هو اللي سهانة وبقى بتحرك لوحده كبه مبارك ملوش دعو بالموضوع يعني بتحصل عادي بس للأسف لو سبنا شرط تحريك سعر الصرف ودخلنا على الشرط التاني بتاع بيع القطاع العام هنكتشف ان المبارك نفزه مرضو عادي جدا وهو مكتوم وحطت لسانه ببقه لا واضح ان المبارك تعب السندوق في المفاوضات فعلا ده كان ناقص يتنزل له عن حجم مصر يعني خلال فترة التسعينات بس قدر سيادة الرئيس مبارك راعي الفقرة والمحتاجين انه يبيع حوالي ربع ومئة شركة ومصنع ملك للدولة لمستثمرين مصريين واجانب المسكينة الاكبر بقى ان الشركات دي كلها اتبعت برخص التراب وبقيمة اقل من ربع قيمتها وده طبعا كان بيحصل بسبب الفساد والسمسرة والعملات اللي حسني وعياله كانوا بيلهافوها من وراء الصفقات دي طب عم مبارك حلالة عليك اللي سرقته انت برضو ربه اسرة ومصرفك كتير وعندك حسابات بالكون في بنوكس واسرة محتاجة تملاها بس بالنسبة الحبايبك بقى عمال وموظفين الشركات اللي اتبعت دون هتعمل معهم ايه اكيد طبعا هتحافظ على حقهم قالك لا خلص هنقطع عيشهم وانشاردهم عادي جدا حقوق مين اللي حافظ عليها وانا فاضلهم انا وراي شروط صندوق عاوزلح انافزه الارخام بتقول ان فيه حوالي نص مليون عامل وموظف اتراموا في الشارع وترفدوا رفض تعسو في يعني في ظرف سنتين تلاتة بس بسبب الخصخصة وبيع اصول الدولة بالنسبة للشرط التالت بقى بتاع تقليل الدعم فده بقى بصراحة مبارك نفزه هو كمان بطعادي جدا اكيد صندوق النقد الدولي يعني كان بيموت من الدحك من كتر صعوبة المفاوضات مع مبارك بعد ما حصل اتفاق بين مبارك وصندوق النقد الدولي على طول نصيب المواطن المصري من الدعم قال بنسبة 15% بحالهم بس كل اجراءات خفض الدعم اللي حصلت كوم واللي حصل مع الفلاحين كوم تاني خلص بعد ما مبارك خلص قاعدته مع الصندوق البنك الدولي وعصارهم عصر زي ما احنا شايفين خد دل جلابيته في سنانه وقام داخل الغطان على الفلاحين داخل غشيمة عشان يخلص عليهم اصبح مش احسن من العمال يعني عشان يسيبهم عايشين كده عادي نظام مبارك في الاول خاد مجموعة اجراءات بسيطة كده خربت بيوتهم زي انه حرامهم من السماد والتقاوي المدعومة اللي كانت بتجيلهم من الجامعات الزراعية ولغى التسهيلات والقروض اللي كانوا بياخدوهم البنك الزراعي عشان يصرفوا منها على الارض والمحاصيل بعد كده بقى خش بتقلو وراح عامل قانون مخصوص عشان يطرد كل الفلاحين من الاراضي اللي مأجرينها كفاية حرص على الغلابة بقى رئيس هتدمر نفسك يا ابني والله ده انت كنت ضد شروط الصندوق جدا يا جدع يبقى احنا كده الحمد لله عرفنا ان كل الكلام اللي المبارك كان بيقوله على نفسه في الفيديوهات ده اوانطف اوانطف سات الرئيس صاحب اول طلعة جوية كان طول عمره ماشي على عجين صندوق النقد وما بلخبطهوش وبينفذ امر البنك الدولي من غير ما يقراها حتى طب ومبقى اللي بقى الناس اليومين دول بقوا بيصدقوا الفيديوهات بتاعت مبارك واترحموا على ايام السوداء وهتك يا عياط عليه في الرايحة الجاي رغم ان كل الكلام ده كدب والحقيقة واضحة زي الشمس وسهل جدا اي حد وصلها الظهر كرة والله اعلم ان الناس يا كبدي من كتر الفقر والقرف والجوع اللي شايفينهم على ايدي السيسي بقوا يحنوا لاي حد وخلاص حتى لو كان الحد ده هو مبارك شيخ المنصر اللي فضل تلاتين سنة ينهب في البلد لحد ما خلاها على الحديد المواطن من دول يقولك مش مهم حرامي حرامي زي بعضه بس كان سيبلينا شوية فتفيتنا كله انما ابنكم الفلاسفة ده بيستخسر فينا الهواء وده بيوريك قد ايه السيسي يعني متفرد في ازيته ومفيش اتنين في اجرامه بدليل ان اللي عمله في الناس مفيش مستبدي غيره قدر يعمله بمناسب بقى الكلام عن صندوق النقد الدولي وعلاقته المريبة بحكام مصر المستبدين فيه نقطة مهمة جدا لازم نقولها ناس كتير بيتخيلوا ان صندوق النقد الوحشة بقلب حجر هو اللي بيود البلد في ده بس الحقيقة بقى ان الصروط مش هي قصل المشكلة المشكلة في النظام اللي بياخد صروط الصندوق وبيقيفها على مقاس استبداده ومصلحته اصلي معلش يعني مش زن بالصندوق ان اسمه الزعيم بياخد القرد من دول ويروح يضيعه على مشاريع خسرانة ويبني بيخوازيق في الصحراء وفي الاخر يلاقي نفسه مش عارف يسدد القرد فيروح ياخد قرد جديد عشان يسدد القديم او يقص من الموازنة والدنيا تتعك غير كده بقى لما الصندوق مثلا طلب من السيسي انه يعمل ضرائب جديدة جناب المشير ساعتها راح فرضها على الناس الغلابة بس وسب حبايبه المليارديرات من غير ما يهوب ناحيتهم او حتى ياخد منهم الضرائب القديمة اللي عليهم وبقى لهم سينين بيتهربوا منها اصلا ولما جاء يلغي دعم الكهرباء حسب صروط صندوق النقط لغاء على الكهرباء اللي بتنور الشقع الصغيرة والعيشة بس اما بقى الشركات والمصانع الكبيرة بتاعت حبايبه المستثمرين فدل حد النهاردة بياخدوا الكهرباء اللي هم عاوزينها ببلاش تقريبا لو سيبنا بقى سمو الرئيس النبي ورجعنا للحرامي تاني هنلاقينا مبارك كان يقدر ينفذ مشروع الخصخصة بشكل يفيد البلد ويحافظ على قيمة الاصول ويحمي العمال والفلاحين ويحسن حياتهم كمان بس هو ما عملش كبه لانه زي وزي السيسي بالظبط البلد وناسة ما يفرقوش معاهم في حاجة المهم مصلحتهم هم وسلطتهم وحبايبه يعني من الاخر كده العيب مش في الصندوق العيب في النظام كواركات احنا اللي حكامنا لو مواخزش مال ما بياخدوش إلا القرارات اللي تضر الناس الغلابة وتدوس عليهم بزيادة يعني في كل الأحوال البلد كانت هتروح في دهي علاء دي حتى لو ما فيش حاجة سماء صندوق النقدة أصلا هم كانوا هتصرفوا ويخربوا بيوتنا عادي جدا لان دي الحاجة الوحيدة اللي بيعرفوا يعملو ونشوفكم على خير إن شاء الله